بلش الصيفية لما يبلش يغير التقص لما نبلش نحس انه خي شمست الدني وصار فينا نظهر وصار فينا نروح على مطارح جديدة وعلى أماكن جديدة في كتير اشخاص سنويا بحبوا يكتشفوا المطارح بحبوا يكتشفوا المطاعم المقاهي بروحوا يشوفوا أماكن جديدة وقده مهم انه هالمطرح بديزاينه بطريقة الشغل المعمول فيه يقدر يستقطب الناس لانه كتير مهم لما نفوت على مطعم او مقهى او كفين قول واو هيدا بريح والقادي فيه بتريح كل هيدا الشي بيرجع للمهندس لمكتب الهندسة لكيف تنفذ هيدا المشروع طبعا على بويب الصيفية زاهر عبدالله المهندس زاهر عبدالله لا شك انه فيه مشاريع كتيره انتو رح تغوصوا فيها ورح تغوصوا فيها شوقتين على الصيفية بها الانترو اهلا وسهلا فيك يعني فيه لا شك انه فيه آلية وفيه طريقة عمل وفيه طريقة تنفيذ لها المشاريع السياحية تماما تماما انا رح كفي ما حالما حدثت اكبلشت انه المشاريع السياحية هي نهضة موسمية بتجيه ببداية الربيع ببداية الصيف دايما بس نحنا عنا اليوم البلد دايما فيه ايفنت دايما فيه كونسبت البلد انه او عنا نوال او عنا راس السنة او عنا عيد الفصح او عنا عيد الفطر يعني دايما اذا بتلاحظي هاي السنة بفترة رمضانية بهيدا الشهر ادي عم يكون فيه خيام حلوة ادي عم يكون فيه مطاعم زينة ودايما عنا زينة بالبلد يعني ممنوقف ابدا بس انشاء المشاريع السياحية هي تماما تنطبق متل ما نكون عم نعمل بيت ما نكون عم نعمل دراسة لي هايدي المساحة الدايما بسيء عندنا البرويش وين عم نعمله شو الاكل اللي بيقدمه يعني عم يكون عندنا قادي مش بس مع الاونر صبا عم يكون عندنا قادي مع شاف مع المانجر مع البي ار الذيعم يشتغل للرستوران شو الهوية على القول شو عم بقدم عم بقدم اكل لبناني عم بقدم سوشي عم بقدم فيوجن اكل الشوال كوزين طبعه سو بنقعد معهم حتى نشوف نحن شو بنا نعمل لهم ديزاين السيكوليشن وين بدأ تكون الفرن وين موجود المطبخ كيف تقسيمته لأنه الشي كتير خطر المشاريع السياحية إذا ما أتقنناها بدي يكون فيها السيكوليشن معينة وطبعا بيكون الأونر هون بدي يسيع أكتر كمية من العالم موجود حتى يستفيد من هذا الموصف ولكن يكونوا مرتحين قاعدين مبسوطين في دراسة في خرايط لنتما بنعمل خرايط للبيت للمنزل بيكون فيه Layout Furnished Plan بيكون فيه فرش بيكون فيه وين Tablet the Service وين Network System موجود الويتر وين بده يوقف اللي بينظف وين بيوقف كتير حساس الوضع إذا عنا Stageway موجود موجود ال Stage ال Greenery ال Lighting ال Accessories الطريقة الحركة بهيدي المشاريع قدام هم إذا عنا Double Height الصوت إذا في عنا Sound System ندرسه مع جماعة Sound System تدفئة والتبريد عامل كتير مهم مريات يعني إلا قاعد عميك لازم يكون مبورد قاعد مرتاح وبالشطوية كمان نفس الشي بده يكون دفيان وقاعد هايدي العوامل التقنية مع العوامل الجمالية بتخلق لنا هالكونسبت رفعت أصبع دي أسأل سؤال في أوقات خليني أقول إيه خد مطعم أو شو هو يكفي أوقات بيتغير ديكور طبعه أربع خمس مرات يعني بيبلش شي بيقلب شي بيرجع لأ ما بيمشي بيجع بيقلب شي هون هالتغيير قدي هو يعني ممكن يلعب دور بأنه يلاقي هويته هيدا المحل ما لازم بيخلال سنة يقلو بثلاث أربع مرات إذا قاله بثلاث أربع مرات بيكون منه ماشي أو بيكون عم يخلق الأونر هوية جديدة لأ لازم يكون فيه هوية موحدة مع أنه يصير فيه شوية رينوفيشن شوية تغيير بالمود بالدكور من سنة لسنة إذا المحل عم بعيش بس نحنا في عنا بحيات الموسمية للمطاعم في عنا ثلاث أربع أنواع في عنا عنده سات منيو اللي بيقعد بيقدم هيدا بيعيش لأنه بيقدم أكل كلاسيكي وبيستقبل العالم من الظهر العشية وهيدا بيحتم علينا نحنا كإنشاء خرايط وديزاين أنه نفكر أنه هيدا المحل بيقلو بثلاث أربع مرات بالنهار لازم كراسية تكون هالأدمتين بلاطو يكون هالأدمتين الأتموسفير تبعه يكون هالأدمتين المحل من العشرة بالليلة الثلاثة أو أربعة الصبح ولكن ما بيكون هيدا الشي عطول عنده راش أور ما بيكون عطول عنده ضغط بيكون عنده ضغط جمعة سبت أحد بيغير ديكور بعد سنة بعد سنة ونص بيغير المود بكل الأيتمز اللي عم نتشاركة مع المشاهدين عم نشوف أنه كأنه بيت كأنه منزل كأنه إنشاء منزل فتحات شبابيك ارتفاع شبابيك الجاردن المهمة اللي لازم تكون موجودة لريستورانت اللي حتى تشدنا من بره لأنه المين إليفايشن مريات مهمة مقاطعين أوقات ممنعة في الريستورانت أو ممنعة في الباب بنقول أنه واو شو حلو المود أو شو حلو هيدا عم نشوف هوني بهيدا المشروع كيف اتكفى المود من الأناطر بره اللي هي فيها كحلة الكحلة الحلوة المضوة لا جوة للمود اللي موجود جوة مع البينتينجز اللي موجودين مع هالستيل إيطاليا اللي كان موجود بهيدا بهيدا البروجيت الجدير بالذكر أنه هيدا البروجيت كله هاي تيبلز في لونجز هيكي واحدة أو اثنين بس في آي بي ونحن بنعرف بلبنان واجمالا بالبلاد العربية كتير من نحب الساكشنز اللي هي في آي بي كتير بتعميلنا لما تكوني عم تحجز بيقولولك أنه فيه في آي بي ساكشن بتاخدية هون نعطيها خصوصية خاصة بنعطيها لايتينج غير بنعطيها فرش مريحة أكتر بيكون كونفي أريا أكتر أديل الدراج بتبعده عننا بي كتير من بعد لأنه أكتر شي بالنيت لايف أكتر شي بالبابز وبالبوات دونوي من بعد عننا لأنه بيكون عتم بيكون ليل أو بدنا نلجأ إذا لحول ولا وعنا دراج بيتون بدنا نلجأ للإنارة لللايتينج للفييرز اللي بيكونوا موجودين بالأرض لحتى يضو لحتى يكون في حركة حركة أقل الإنارة هون بتخدمك بمحل بتأذيك بمحل هون عم ننتقل حتى نشوف كاين تاني من المطاعم عم نشوف ريستورنت إذا بدك بيتزيريا كونكتد على كيتس إيريا كونكتد على محل لعب لوليد التيرازو اللي نشغل العاطي البيبي لوك إذا بدك هيك ما نبين ريستورنت تتقيل عم نشوف الطاولات والكراسي مريحين عم تيجي تقعد العيلة مع الولاد عم يجوا يأكلوا الأتموسفير الحلو سقف العالي هون خدم لأنه جاي البروجيت كان ريكتانجولار كتير كبير هون يبقى هيدا البروجيت فيه فيه أريا كمان لحتى الولاد يطبخوا مع الشاف يشتغلوا العجين يعني صارت هيدا الكونسبت كتير مخلوطة لازم يكونوا عم ينطروا لادهم بهذه المطاعم أو بهذه البلايس وليزم عم يقعدوا ينطرون ساعة ونص أو ساعتين عم نشوف هون كمان كيف يفات عنا الاد كيف يفات عنا الداكتينج كل العناصر اللي موجودة بيحيالها محل بيحيالها بروجيت عم بتفوت بهذه البروجيت لأنه الـ HVAC الإنارة التوزيع التاولات كتير مهم هيدا الموضوع صحيح اليوم لما بتفصلهم زاهر يعني بتفصل المطعم يلي بيقدم لبنانة أو يلي بيقدم سوشيا أو يلي بيقدم انترناشنال عن خليني أقول اللي بتروح بتشرب عنده مثلا كيس أو حتى بتروح بتسهر هن مختلفين هن صور مختلفة هل هون بيكون فيه خليني أقول قويلة بمعينة بتمشوا فيها يعني بيكون فيه قطر معينة أكيد أم فيه مارش يعني فينا خليني أقول نخوط شوي نعطي الطابع بيشفهوا بعضهم إلى حد ما لأنه كلهم عم نحكي فود أن بفردش كلهم عم نحكي بإطار المطاعم ولكن فينا ننشعة شوي فينا نروح على هاي تيبلز أكتر فينا نروح على ستولز أكتر فينا نروح على بس تعرف إذا ما كانت مريحة طبعا أكيد ما فيك تقعد عليها ما فيك تقعد عليها لأنه التابوري والبار والقاعدة والكاوتش عناصر كتير مهمة ومنقطع فيهم يعني بخلال يومياتنا نمرق فيهم أوقات ما بتروح بترجع بتعيدها على هيدا المطاعم أناك ما انبسطت بالقاعدة هيدا موضوع حلقتنا الأساسي بحيث أنه هيدا الهوية كلها تكفي بعضها لأنه اليوم فيه صار فيه شرك كونسلتنسي صار فيه شرك استشارية دايما موجودة عم تعمل مطاعم بدي يكون فيه عندك هستوري بشغل المطاعم هستوري بالأيدياز اللي عم بتقدميها لأنه اليوم إذا بتشوفي بالبلد عنا أسامة المطاعم كتير خطرة يعني أسامة المطاعم كتير فيها كرياتيفيتي اللوكيشن كتير فيها كرياتيفيتي بتلاقي أسامة ما بتخطر عبالك كرميل هيك المطاعم عنا باللبنان كلها راح تفرانشايز عالدول العربية لأنه الكونسيبت كتير حلو اللوجو كتير حلو اسم المحل كتير حلو هون نحن مهمتنا عم بروعى مصر عم بروعى السعودية عم بروعى بنفس الكونسيبت عم يخدوا نفس البلاط نفس جامل إنارة نفس جامل لايتينج هيدا شي كوميرشيل هيدا شي كتير مهم مهم على صعيد الصناع لأنه عم يخدوا ديزون على مصر عم بتروح كونسيبت عم يروح ليد العامل اللبنانية ينفذ هيدا المطعم هونيك هيدا الهوية اللي عم تنشغل وهيدا ليت لآخر سبعة اثمان سنين من بعد كورونا ومن بعد قزمتنا نحن صارت الوكالات أو الأسامي تروح لبرا هيدا حتى معلنا أنه نكون عم نشتغل هيدا الإطار اللي مرتب بالمطاعم ومنكون أبدا عم نقول أنه خلاص هيدا الاريا منقطعها هيك منعمل لكي ما في شي عم نقطعه بس بدي أرجع كم صورة لورا أنتوا كتير سريعين بالصور في صورة كتير لفتتتي نظري إذا منرجع ثلاث صور الصور اللي هي الطاولات برا يعني حتى برا بيكون مشغول بنفس الدقة طبعا أو الدور بالمطاعم يعني اليوم المطاعم لما يكونوا عم يستسمروا يطلع لهم فسحة كبيرة أو أو الدور شغلة كتير مهمة مثل ما يكون عندك بيت وعندك جنين كتير كبيرة عم تقدر تستسمرية عم تقدر يتمشي فيها الفرش برا طبعا الواتر بروفينج الاليفيشن اللي كتير حلوة اللي فيها اللي فيها الحديد الإيد اللي نازلي من السقف الكونسبت اللي مشغول فيه هيدا المحال الفرش برا الأمبريلاز هيدا شوية الاخوات اللي عم بحكي فيها ايه بتقدر اكيد تقدر بيجعب قليك هيدا كونسبت وهيدا واحد من المطاعم اللي راح لبرات البلد اتاخدت الكونسبت مثل ما هي وحتى برا كانوا عم بيفتشوا على سبيس بتشبه هيدا سبيس هيدا شوية نشوف حالنا اكيد عم بيفتشوا على بلدنج مشبه هيدا البلدنج على اوت دور مشبه هيدا 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 الاوت دور ولكن كمان الاوت دور سيفزوا حدين فيه اوقات كتير ما اقول تكون خطرة ما نكون عم نستعمل فرش امبرميابل مقاوم للشطة وللماء كمان ما يتبه من الصيف الاوت دور خاصة ليسه باللبنان بيكون جمعة الشمس بيكون الجمعة التانية عم نتغير تقصه لازم نخبع تبليت الاماكن الخارجية روبة الاماكن الخارجية الجرينري الزرع ما نزرع اول شهر تاني شهر يموت الزرع بهذا الريستورانت لانه عملية الرينوفيشن والمينتونس بالريستورانت كتير خطرة بالبيت منقدر نفل من البيت ونخلي حدا مع الفورمان يشتغل بالمطعم نكون عم نخسرهم جمعة يعني ياما فيه مطاعم بيقولولنا انه بليز عنا هاي الفترة من السنة عم نسكر ثلاثة او اربعة ايام وعادة الكلينت بينسى المحل سوى لما تقطعي من حده جمعة عشرة ايام تلاقيه مسكر بتنسيه ما بتعتبر انه عم ينشغل عليه رينوفيشن سوى مهم من الاساس ما نروح على رينوفيشن الا ازا شي عادة الا ازا شي لا يذكر يعني انشئ هاي دي المشاريع له خاصية كتير مهمة خاصة نحنا على بواب موسم شاء الله يارب يكون موسم حافل مثل ما بيقوله الكونسبت بالبنان نحنا مطبخ الكونسبت بالبنان نحنا نحنا اكتر ناسي بنشتغل الكونسبت لانه بتروح لعند الرافك ديزاينر بتقيله عملي لوغو بقلي غيبة عني عشرة ايام مع انه في عمل لوغو بليلي وضحاها ولكن دراسة وريسورتش وكرياس اي فيتي صحيح يمنع الادهينة دغري مناخد هيدا الموضوع على محمل الجد واليوم الارشتاردان تريع بيدخل بكل شي بالسوبلة باللبس طبع الطاقم اللي عم يشتغل بالمود كلها بالجرينري باللوغو لحتى تكون هيدا الهوية كاملة مكتملة لحتى نطلع هيدا المشروع حمسنا على الصيفية والدهرات انت كامين شكرا كتير لألكم بتوفيق لكل مشاريعكم السياحية لهيدا الموسم اهلا وسهلا